قبل ما يبدأ المقطع اتمنى انك تحط الزر اللايك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد واتمنى انك تنشر الرابط لاصحابك اللي لعبوا اللعبة ردد ريدمشين تو عشان يستفيدون وانا استفيد شكرا لك هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشين تو زي اللهب طبعا في هذا المقطع راح تاخد ثلاثين سبيكة ذهب في ستين ثانية فقط يعني ستين سبيكة ذهبية في دقيقة واحدة يعني تقريبا خمسة عشر الف دولار في لعبة ردد ريدمشين تو طبعا هذا القليتش ما هو للاشخاص اللي يحبون يلعبون بشرف هذا الاشخاص اللي يعني يبغون الفلوس على الجاهز وكثير طالبون فيه في التعليقات فراح انزله ان شاء الله في هذا المقطع اول خطوة في القليتش راح تروع عنده هو سيتينجز بعدها راح تروع عنده هو الجنرال بعدها راح تروع عنده هو الاوتو سيف وتأكد انه هذا الخيار يكون اوف ضرورة جدا يكون خيار الاوتو سيف اوف بالنسبة للخطوة الثانية راح تتوجه لهذا المكان تحديدا جدا جدا قريب من المخيم ما هو بعيد مرة جدا جدا قريب منه راح تتوجه لهذا المكان لما توصل لهذا المكان راح تجيك ثلاثة بيوت على اليمين ثالث بيت على اليمين راح تخشه زي ما تشوفون في الجيم بلاي لما تخش على البيت وراء المكتب هذا والديسك هذا راح تحصل زي الصندوق كل اللي عليك الان انك تفتح الصندوق لما تفك الصندوق راح تلاحظ انه وسط هذا الصندوق راح يكون فيه لهو سبيكة ذهبية وراح يكون فيه ورقة طبعا هذه الورقة انتبه منها لا تاخذها ابدا هذه الورقة لما تاخذها يخرب القليتش كامل فحاول انت بقدر الامكان انك توزن اللاعب بحيث انه ياخذ السبيكة الذهبية فقط بدون ما ياخذ الورقة طبعا انا بعد ما حصلت الوضعية المناسبة بحيث انه اللاعب يشيل السبيكة الذهبية اول طبعا الحين ركز معايا راح تتمي ضغط على مربع بحيث انه اللاعب يوطي عشان يشيل السبيكة الذهبية زي ما تشوفون وطه اول ما يوطي يسوي ستارت بعد الستارت روح عند الهوى الستوري بعد الستوري روح عند الهوى سيف جيم ورح تحفظ او تسوي لك اللي هو سيف جيم جديد في مكان جديد الان كل اللي عليك انك تفغط دايرة بعدها رح تروح عند الهوى لود جيم ورح تسوي لود جيم لاخر تخزينة سويتها قبل شوية غالبا رح تكون اول وحدة موجودة عندك فرح يسوي لك لود جيم لهذه التخزين لما يرسبنك في الستوري مود رح تلاحظ انه رسبنك بالقرب من المكان حقنا اللي فيله سبيكة الذهب كل اللي عليك انك تتوجه لهذاك المكان عشان نكمل بقية القليتش طبعا لما توصل للمكان رح ترجع مرة ثانية للصندوق رح تحصل انه الصندوق مفتوح وفي له السبيكة الذهبية اذا كان زي ما هو موجود في القيم بلاي سبيكة ذهبية والشست مفتوح الان اعرف انه خلاص قليتشك تمام رح تشيل سبايك ذهبية سبايك ذهبية عدد لا نهائي مو عدد لا نهائي تقريبا تقدر تشيل اللي هو ثلاثين سبيكة ذهبية كل سبيكة ذهبية تعطيك خمسمائة دولار وهذا القليتش تقدر تسوي الى مالة نهاية صراحة قليتش حلو للاشخاص اللي يحبون يخربون في المدن اما الاشخاص اللي يحبون يلعبون اللعبة بشرف فغالبا غالبا ما رح يعجبهم القليتش لما تاخذ الثلاثين السبيكة الذهبية من هذا القليتش كل اللي عليك الان انك تتوجه للشخص اللي يشتري منك هذا السبايك واللي قد تكلمنا عنه في مقاطع سابقة طبعا هذا الشخص رح يتكي في مدينة اللي هو الإرملد رانش وهذا الشخص ما ينفك معاك إلا لما تعدي مجموعة من المهمات في الستوري مود طبعا لما تيجي عنده رح تلاحظ انه والله رح يشتري منك الثلاثين السبيكة الذهبية بخمسة عشر الف دولار في لعبة Red Dead Redemption 2 خمسة عشر الف دولار تقدر تشتري بيها كل شي تقريبا في لعبة تقريبا نقول طيب يا صالح انا برجع اسول قليتش مرة ثاني ايش الحل رح ترجع مرة ثاني للمكان حقنا اللي فيه له السبيكة الذهبية رح تيجي للصندوق ورح تلاحظ انه السبيكة الذهبية موجودة الآن كل اللي عليك انك تاخذ السبيكة اول ما تاخذ السبيكة وتلاحظ انه اللعب وتسوي ستارت بعد الستارت روح عند الهو الستوري مود روح عند الهو سيف جيم ورح تسوي لك الهو تخزينة جديدة في مكان الجديد الآن كل اللي عليك انك تضغط تايرة بعدها رح تروح عند الهو Load Game ورح تسوي Load Game لاخر تخزينة سويتها قبل شوية وغالبا رح تكون اول وحدة موجودة عندك من فوق انتظروا الين ما يسوي لك Load Game للتخزينة لما يسوي لك Load Game للتخزينة ارجع لنفس المكان حقنا وجمع يا خوي زي ما تبغى يجمع لك ثلاثين ثانية ثلاثين سبيكة ذهبية ثانية وكذا يكون معك خمسة عشر الف ثلاثين الف خمسة وربعين الف ستين الف ثمانين الف مئة الف دولار في لعبة Red Dead Redemption 2 لما تيجي عند البايع مرة ثانية رح يقول لك هشتريها منك الثلاثين الثانية رح تبيعها عنده وكذا يكون مبروك عليك اللي هو الفلوس إذا تبقى ترجع تحي تسوي القليتش مرة ثانية أرجع بنفس الخطوات اللي سويناها قبل شوية بعد ما تنتهي من القليتش ويكون خلاص جمعت المبلغ اللي تبغاه ووضعك تمام لا تنسى أنك ترجع تشغل اللي هو الأوتوسيف أو التخزين التلقائي وتخليه اللي هو ON ننهي المقطع يلا ننهي المقطع بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة صلاة